موسيقى السماد الصناع المعد من مخلفات المستوطنات والمناطق الإسرائيلية والذي لا يزال يشكل خطرا حقيقيا باستخدامه في الأراضي الزراعية الفلسطينية ألقى بظلال سمومه على الأرض التي تشهد حالة من الموت البطيء والبيئة والمزارعين هذه النفايات عبارة عن مخلفات المنازل التي تجمع من المستوطنات تجمع في منطقة الأغوار منطقة فصائل هناك بيعملوا على تخميرها وبعدين ما بيبيعوها هي توزع مجاناً للي بدوا إياها من المزارعين تستمر الجهات المعنية بالتصدي لهذه الظاهرة التي بدأت منذ سنوات من خلال ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بنقل المخلفات للأراضي الزراعية الفلسطينية إضافة لتوعية وتحذير المزارعين من خطر استخدام هذه المواد إحنا بسلطة البيئة أخذنا عينات على مرحلتين في المرحلة الأولى طلع عنا عناصر ثقيلة وسامة وفي المرحلة الثانية برضو طلع عنا عناصر ثقيلة وسامة ومن ضمن هاي العناصر عنا الكاديوم اللي هو بسبب السرطان والفشل الكلوي وفي حال أنه ممكن ينتقل عاوة ما فهمنا للنباتات الورقية طبعا غير هيك بسبب تلف أدمار للتربة وفي حال سقوط أمطار وفي حال ما كان فيه نفاذية في الأرض وإحنا بنعرف أنه يمكن في الأغوار المياه مش على أعماق كبيرة كتير ممكن تصل للمياه الجوفية إن رخص أسعار السماد القاتل هو سبب إقبال المزارعين الفلسطينيين عليه فلا يكلف المزارع سوى أجرة نقله في المقابل يمنع الجانب الإسرائيلي استخدامه كونه سام وخطر من مدينة أريحة لتلفزيون القدس ربع عيش